مقر الأمم المتحدة في نيويورك المناسبة اجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة المغرب كان في الموعد عبر وفد ترأسته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطم الظهر المنصوري مشاركة تأتي لتعزيز التزامات المملكة المغربية في مجال التنمية المستدامة ولمشاركة تقريرها الوطني حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة في الحقيقة بكل اعتزاز وافتخار ممكننا نقول بأن المغرب من الدول القليلة في إفريقيا اللي استدعوا ينشروا التقرير ديالهم ديال الأجندة الأجندة الحضرية الجديدة وكانت فرصة بيناع الجريبة المغربية من خلال 20 سنة الأخيرة والأورش القبرى اللي نتلق فيها المغرب لا قبل الكوفيد لا من بعد الكوفيد وفي الحق كان لقاء رائع جدا وراقي جدا في تبادل الخبرة مع واحد مجموعة تعد دول ونظرا للوضع ديال المغرب وتنمية اللي تستمر فيها المغرب مشاركة الوزيرة المغربية تميزت كذلك بعقد لقاءات ثنائية مع نضرائها من إسبانيا والأردن واليكوذور كما أجرت مباحثات مع مسؤولين على صعيد الأمم المتحدة والقارة الأفريقية كان لقاء إفريقي لترأساته للميسيون نيجيريا وكان حوار إفريقي باش نوحدو الكلمة كدول إفريقية على التحديات الكبرى اللي غادي يكونوا أمامنا وفي نفس الوقت كانوا لقاءات مع الوزيرة الإسبانية والوزير الأردني ووزير الأكواتور وكذلك مع السيدة المديرة نفيذية ديال يوان أبيتا اللي هي السيدة الميمونة ووحد السيدة اللي كانت عمدها ديال كوالانبور وعندها واحدة تتعرف المغرب مزيان وتتشتغل معناه مزيان وهي عبرات على الاعتزاز ديالها العمل مع المغرب والمملكة المغربية الاجتماع الأممي حول تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة والتي تم اعتمادها في مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة يروم التفكير المشترك وتقاسم الخبرات حول السبل المثلى لتعزيز التحضر المستدام في زمن التحديات العالمية من مقر الأمم المتحدة في نيويورك كريم عوي فيا إيم فاند كات